بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خلق أثر في من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق بسببه دخل أناس في الإسلام خلق أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه للصحابة بل يعلمه لأمته كلها بل يعلمه للبشرية أجمعين هذا الخلق هو خلق الوفاء خلق لاعتراف بالفضل والاعتراف بالجميل من الأخلاق المنسية في حياة كثير من الناس هذا الخلق كان متصفا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال مع الكبير ومع الصغير مع الرجل ومع المرأة حتى مع غير المسلم كان هذا الخلق ملازما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه يعني تعترف بفضل كل صاحب فضل عليك تعترف بفضل كل صاحب معروف عليك لا تنكر فضلا لأحد ولا تنكر جميلا لأحد تكون وفيا لكل من وقف بجوارك ولكل من ساعدك في أي أمر من الأمور الناس في هذه الحياة كلهم يحتاجون إلى بعضهم البعض كلهم يستندون على بعضهم الناس في هذه الحياة هذا شأنهم ما في أحد يعيش في هذه الحياة وحده أبدا إلا ويحتاج لغيره من الناس هذا الاحتياج هو معروف يحتاج منك أن تشكر غيرك عليه يحتاج منك أن تكون وفيا لكل صاحب معروف لك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس كأن شكرك للناس واعترافك بفضل الناس عليك هو شكر لله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الناس سببا في جريان النعمة على يديهم فتصل إليك فكأنك إذا شكرتهم فأنت تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الإنسان الذي ينكر فضل الناس عليه في الحقيقة هذا سوء خلق وهذا نكران للجميل وهذا من لؤم الطباع حتى قال القائل إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيمة مرد فهذا من سوء الخلق ومن سوء الطباع الذي حذرنا منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعرف لكل صاحب فضل فضله عليك وكن وفيا لذلك وأولى الناس وأحق الناس بذلك هم أهلك وهم أقاربك هم والداك هم أبولادك هم زوجتك هذا يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فلو نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته العطرة سنجد هذا الخلق متصفا به النبي صلى الله عليه وسلم مع كل الناس رجل اسمه المطعم ابن عدي وهذا الرجل كان غير مسلم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف فلما رجع من الطائف بعد ما حدث معه ما حدث من الإيذاء وما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى مكة دخل في جوار المطعم ابن عدي يعني دخل في حمايته وفي جواره حتى قال المطعم ووقف هو وأولاده أمام الكعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوارهم لما جاءت غزوة بدر بعد ذلك بعد وفاة المطعم ابن عدي هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أخذوا أسرى من المشركين بعد هذه الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم له عرفانا بفضله وعرفانا بجميله على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر اللي أحيانا بيكون مشكلة بين الأهل وبين الأصدقاء وبين الأقارب في عدم الاعتراف بالفضل ونكران الجميل بينهم وبين بعضهم سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان يقول والله إن لي سبعين من أصحابي أدعو لهم في سجودي في كل صلاة أسميهم بأسمائهم أي اعتراف بالفضل هذا أي وفاء هذا حتى بعد وفاتهم يدعو لأصدقائه ويدعو لأصحابه وخلانه يدعو لكل من له فضل عليه كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه ذلك هو الذي علمه ذلك بفعله وبقوله بفعله لما حدث مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما يعترف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضله عليه أمام كل الناس حتى قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد له عندنا يد إلا كافأناه بها ما خلى أبا بكر فإن له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة عرفانا بفضله وعرفانا بجميله عليه هذا الأمر بين الأزواج كثيرا ما نحتاج إليه يعني ربنا سبحانه وتعالى لو نظرنا إلى آيات سورة الطلاق بعد هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم يعني لا تنسوا المعروفة فيما بينكم وكونوا أوفياء لبعضكم البعض كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها يعترف بفضلها ويعترف بمعروفها عليه صلى الله عليه وسلم حتى كان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاتا يقول اذهبوا بها إلى فلانة اذهبوا بها إلى فلانة إلى صويحبات أو صديقات خديجة رضي الله عنها وأرضاها حتى قال عليه الصلاة والسلام وإن حسن العهد من الإيمان خلق من أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الخلق وأن يرزقنا اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا رفقته في الجنة اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته